بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بمحبي قناتي قناتي ياسمينتو اليوتيوب برحب بكل الناس الجديدة اللي انضمت للقناة وبشكر كل المتابعين المترددين على القناة واتمنى دايما أن أكون عند حسن ظن المتابعين هنبدأ مع بعض على طول الفيديو النهاردة الفيديو النهاردة الحقيقة خاصة بالفنان كريم فهمي الحقيقة كريم بيمر بأزمة صحية عايزين ندعي لكلنا مصممة الأزياء والممثل ندى أقرب نشر الصورة الكريم فهمي عبر حسابها على الانستجرام بيظهر كريم في الصورة على سرير في المستشفى وكتبت ندى على الصورة وقال دعوتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب كريم الحياة تنعل صباح اليوم الجمعة لأحد المستشفيات الخاصة وانهالت التعليقات من الجمهور جمهور الفنان كريم فهمي وكمان من النجوم والمشاهير الكل بيدايل أنه هو يقوم بالسلامة من الفنانين اللي دعوا للفنان كريم فهم إنه هو يقوم بالسلامة كان الفنان أحمد العواضي أحمد الحقيقة نشر صورة الكريم وكتب عليها ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة الكل فعلا بيدايل كريم ومن ضمن الفنانين اللي دعوا لكريم فهم إنه هو يقوم بالسلامة كان الفنان رمي جمال وعلى أول أخي الغالي كريم أنت قوي وأنا عارف أنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة دعوتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي مشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوف فيك وحش أبدا ودي كانت دعوة رامي جمال والحقيقة هنا واللي عايزة أوضحه مش عارفة إذا كانت دي صدفة ولا كانت فعلا مقصودة الفدنانة ياسمين عبدالعزيز لما تعبت ودخلت في دور المرض اللي كلكم عارفينه وتكلمنا عنه في فيديوهات كتيرة كانت حصلت على الإقامة الدهبية في دولة الإمارات ونفس الموقف اتكرار مع كريم فهمي لما شهدت مدينة أبو الظبي الإماراتية ده آخر ظهور للفدنان كريم فهمي وده قبل دخله العناية المركزة منذ ساعات وده كان يعتبر آخر ظهور لكريم فهمي ده لأنه احتفل وقتها عبر موقف الفيديوهات على الانستجرام ونشر صورة لنفسه هو في أبو الظبي وكان بصحبة المطرب رامي جمال وعلى على الصورة وقال جزيل الشكر لحكومة أبو الظبي وقياداتها على منحي الإقامة الزهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا مش بس كده ده كمان نشر المطرب رامي جمال على موقع الانستجرام صورة بتجمعه بكريم فهمي وأعلم من خلال الصورة دي عن مشروع فني قريب هيجمعه مع كريم دون الإعلان عن أي تفاصيل وعلى طول على الفور خبر إصابة كريم فهمي الحياة مش عارفة أقول إيه طبعا الموضوع واضح جدا أنه هو حسد في مثل مصري عندنا بيقول داري على شمعتك تئيد سبحان الله تاني موقف يتكرر مع تاني فنان عن الإقامة الزهبية أن هما حصلوا عليها من دولة الإمارات يحصل نفس الموقف واللي اتنين يدخلوا المستشفى يا جماعة المفروض لما نسمع أي خبر كويس عن أي حد نقدم المشياء ونقول ما شاء الله ولكن دلوقتي كل اللي فئدنا أن احنا ندعي الكريم فهم أنه هو يقوم بالسلامة الحياة كريم دلوقتي مازال يجري عدد من الفحوصات داخل المستشفى رجح بعض الأطباء أن سبب إصابة كريم بجلطة هو مضاعفات إصابة جديدة لفيروس كورونا ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن في تشخيص سبب الجلطات كريم الحياة أعلم مؤخرا عن استعداده لتقديم جزئتين من فيلم ديدو واللي اتعرض مؤخرا في السينمات وشارك في بطولته الفنان بيون فؤاد وأحمد فتحي وحمد المرغني ومحمد صروت وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف الحياة نتمنى الكريم أنه هو يقوم بالسلامة علشان كده هنتهزها فرصة معاكم النهاردة وهنا نتعرض بشكل سريع على إيه هي جلطة الرئة المرض اللي أصاب كريم فهمي جلطة الرئة أو الانسداد الرئوي انسداد في أحد شرايين الرئة ممكن طبعا خطورته دي بتكمن في إطلافه جزء من الرئة وده بيكون أحيانا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أو التأثيرات على الأعضاء الأخرى وعلى الرغم من أن الجلطات الدموية الكبيرة أو المتعددة ممكن أن هي تهدد الحياة إلى أن العلاج الفوري لجلطة الرئة بيزيد من فرص تجنب تلايف الرئة أما عارض جلطة الرئة هو ضيق التنفس وقد يكون تدرجيا أو مفاجئا وفيه طبعا عارض تانية زي الإغماء والقلق وجلد راتب وألم في الصدر وأحيانا بسقط دم ونبض ضعيف إذا لحظت واحد أو أكتر من هذه الأعراض وخاصة دي التنفس عليك طلب العناية الطبية فورا أما العلاج بيشمل بعض الأدوية اللي بتعمل على تكسير الجلطات لتحسين تدفق الدم والتروية أما زا كانت الحالة غير مستقرة أحيانا بيلجوا للتدخل الجراحي ودي كده معنا النهاردة معلومة طبية على الماشي الحياة الفنان كريم فاهمي اتولد يوم 4 ديسمبر عام 1982 اتولد في مدينة القاهرة شقيق الممثل والسينارس الشاب أحمد فاهمي كريم درس طب الأسلام بجامعة القاهرة ودخل كريم لعالم الفن بعد ما نجح في الاختبار الاختبار ده كان وضع القايمين على صناعة مسلسل عرض خاص كانوا عايزين يختاروا وجوه جديدة تقوم ببطلت المسلسل وظهر كريم فاهمي في المسلسل بشخصيته الحقيقة شخصية دكتور أسنان دكتور أسنان بيتمنى الدخول إلى عالم الفن وبيتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه غير أن كريم فاهمي في الحقيقة لم يترك الطب شارك أيضا في كتاب السيناريو فيلم قطن وصالة وأيضا فيلم مستر أند ميسي زاويس وفيلم هاتولي راجل اللي قام بالمشاركة في بطلتو أيضا كريم متزوج من عام 2013 ربنا رزعوا بتلت بنات ما شاء الله زي الأمر بنته الأولى كاميليا رزق بها عام 2014 ونعومي عام 2016 وفي أغسطس عام 2019 ربنا رزعوا ببنته التالتة جميلة ربنا يخلهم له وأعملوا في السينما جيدو ساعة رضا قلب أمه علي بابا حسن وبؤلس وسكر مر وهتولي راجل وفي التلفزيون أعمال جميلة وكتير اختيار إجباري وحالة عيش وحكاية بنات وعرض خاص وأمر الواقع والاختيار وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية الفيديو وطبعا قبل ما سيبكم عايزيني رأي كلنا للفنان كريم فاهم إن ربنا يوموا بالسلام ونتعدي الأزمة الصحية دي على خير بشكر كل الناس اللي وصلوا معي لنهاية الفيديو بتمنى أن الحلقة النهاردة تكون عجبتكم ولو إن حلقتنا النهاردة طبعا بتحمل خبر حزين خبر إصابة الفنان كريم فاهمي انتظروني في خبر آخر من قناة ياسمنت اليوتيوب ترجمة نانسي قنقر